السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم لمسات ام البانات لما جيت نحضر معكم واحد الحلوات تحت الطلب دي الواحد السعديقة ديالي في دوا عند هادي كريات زوينة مع هادي الحلوة فطلبت مني اعناني نوجدها وقلت علاش لما اننا منشاركهاش معاكم صراحة الصحة قد جريبة لانها شيشة قد دوب في الفم اقتصادية والاهم من ذلك يعني ما فيها اجتمالة بزافيني بزربة كتوجدها وكتفرح بها ولداتك فان شاء الله انا اليوم غادي ندير نصف ديال المقادير فاخليكم مع المقادير وطريقة تحذير فان المقادير ابنات انا عندي نصف مارغارين ممكن لك تدير زبدة صغنطرالو لاي نوع ديال زبدة نسكاس ديال الزيت كاس ديال الطحين وتقريبا نسكاس ديال الساندة انا درتكاس الارب فاني نصف خمارة وبيضة هنا عندي جوج باكية ديال ميزينة او لانشا هذا المقادير يمكنكم تدير ديال العبار انا ديال نقول لكم شحال قداتني بالضبط فان مشوه ان شاء الله للطريقة ادير ناخد واحد الكسعة ولاشي بول نديرو نصف ديال الزبدة انا خليتها خريج تلاجة باش تكون هكا لينا باش تساعدني هنديرو نصف ديال الساندة انا ديال سالبنا سكاس للارب وجاتني حلوه شوية ديرو انتم ما غين سكاس لان كان ساندة رقيقة وكان ساندة الغلادة يعني هاد القضية هديك تختلف ونحن ما زال ما نديرو لها الشوكولات يعني ديرو غين سكاس باش ما تجيك مش حلوه بزلف سافي غدي نخلط لعنصر كاملة الزبدة وساندة غتولي لبحة البوماد وغدي نزيد واحد الفاني يمكن لكم تنسموها باي حاجة يعني قشور الحامد والليمون لكي الفاني كياتيها نسمي زوينة ندير نسكاس ديال الزيت نباتية نخلط مزيان تتنسى جبني العناصر من بعد غدي ندير بيضا كاملة ونخلط اللي بنت هاد المراحل هادو ديال الزبدة مع السيني داوعة كدفة الزيت وعاد البد اللي مهمة ما تضيفش كل شبنه باللولة هالخادية هادية تتعطي واحدة نتيجة زوين يعني انتكت نسجم العناصر كلها إذا قدرنا الزيت من الأول راه كيو اللي كتبقى الزبدة في جهة والزيت في جهة نخلط الزبدة مع السيني داوعة ندير الزيت سافي غدي نخلط وغدي نزيد هاداك الكاس ديال الطحين تحين البنات غير بش مياه حتيها كتفرتت يعني كتكون شيشة بزاف إذا قدرنا غير ميزينة كتفرتت أنا قدرنا هاداك الكاس تحين باش تبقى شوية شدة فراسها هي كتفرتت في الفن فريمو ولكن خلطها شوية أو تاني ما تكون شا غدي ندير نصف ديال الميزينة وغنزيد النصف الثاني غدي نضيف شوية بشوية غدي نشوف القوام اللي غدي ما تكون تقيلة ما تكون خفيفة غدي نسمر في الخلط كما تشوفو غدي نزيد غدي نزيد البكية الثانية أنا بدبت البنات هزيت ليه بكيات قد قد يعني كلها بكية فيه مئة وثمانين قرام يعني 360 قرام معده الكاس دية التحين لان كلها وحده تحين يعني كالتحين كايشرب كالي ما كيشرب سافي ميكا نخلطو العناصر كاملة كنزيدو نصف خمارة انتم مائل كنتو قادين تطعوا مرغارين كاملة اضافة زبدة كاملة اضافة بيضات وزيت عمر وزيت ساندة اضافة الطعام اضافة بماء سوف نضيفها قومتها هذا هو القوام لا تكون خفيفة سوف نضيفها كوارات انا بدأت من الاشتراه اضافة ل مشكلة كما سوف نجرب نضيف الكوارات سوف نضيفها ثم نضيفها нейشه نضيف الأزيت نضيف الأزيت وضيفة الفرن وضيفة مفرشية وضيفة الزبدة نضيفه تماما ونضيفه الفرن لن تحميره هذا الشكل سيستمر أخيرا قوة قمت بتقريبا نسبة كهية الشوكولات نضيفه نقطة الزيت وضيفة بماغي او دخلوه على الميكورونت و هنا لدي شوية اللافيويتين كما قلت لكم البنات نزين دائما دائما نقول لكم بذلك الشيء اللي عندكم و كل واحده الدق دياله كل واحد شنو كي يبغي انا غادي نعطيكم فكرة تلسة ديال الاشكال الشكل الاول غادي نديره بلافيويتين الشكل الثاني غادي نديره بخطوة الشوكولة و الشكل الثاني غادي نديره غادي ندربه بطاني غادي نديره هذا الشكل الثاني درت له الشوكولة الكحلي بخليزة شوكولة بيدة ثاني بحلو نجري و درت له شوية ديال الورد البلدي يعني كما قلت لكم انتم ما قدروا اللي بغيتو الحسب شنو كتبتلو انو كتبغيو تتاكلو انا درت كما قلت لكم الشكل الاول الشكل الثاني هذا الشكل اللي دات تفهل الورد البلدي نديره كلاوهلية سوف يبقى لي هات الشكل الاول والثاني والثالث درت فيه بسطة حكيتها طونيك و كان هذا هو الشكل ديالها كنتمنى انكم تجربوه هاد العبار اللي اعطيتكم الى البنات خرجت لي 36 حبه و كما كنتشوف انا راني درتها كبيره لانك يدعف الحجم ديالها في هالخماره يلا كنتو غادي تديروها صغيره راعة تعتاكم كثير من ربعين كنتمنى انكم تجربوها راني كنقولها و كنعود راها سهلة و زويلة وشيشة و انا مكان اعطاكم شي حاجه لما جربتهاش فانتمنى انكم تجربوه انا كنتم تجربوه كنتم تجربوها كنتم تجربوه عن اربعة بعضه شديد اشتركوا في القناة كنتم يلا تجربوا الوضع